جعفر المساعد ممثل تحارف شباب التغير مقيم في بريطانيا حوار سلمان لا يمثلنا لأن سلمان ينتمي إلى نظام فاقد للشرعية نحن نرفض الحوار مع النظام الخليفي أو مع أي من ممثلي هذا النظام ليس بسبب وجود معتقلين في السجون فقط ولكن لأن النظام طاقم الشرعية ولا يمثل إلا نفسه طبعا نحن نرفض مبدأ الحوار مع هذا النظام وهذا يعني أن أي نتائج يفضي إليها هذا الحوار هي لا تعنينا ولا تلزمنا ولا نلتزم بها وسنواصل حراكنا على سبيل إسقاط النظام الخليفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا